يبدو أن الأزمة السياسية في العراق وصلت إلى مرحلة معقدة لم تعد لملمتها بالأمر الهيين مبادرات التهدئة ولمه شمل القوى المتنازعة من قبل إيران لم تجد بحسب المعطيات إذ أن هناك فجوة وصراعات ثنائية ربما تجاوزت مرحلة تصفير الخلافات وما يدل على تثاقم الأزمة هي المبادرة الجديدة التي طرحها زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم للوصول إلى توافق حكومي بين تيار الصدر من جهة والإطار التنسيقي من جهة أخرى ومن المعلوم أن تيار الحكمة ليس من القوى المتصدرة في الانتخابات لكنه يدرك أن تمزق العملية السياسية سيضر بمنظومة الفساد بكاملها مصادر مقربة من الحكيم أوضحت أن المبادرة قائمة بالأساس على فكرة رفض إلغاء الانتخابات الحالية وبدلا من ذلك التوجه نحو التهدئة ووقف التصعيد ورفض دعوات تشكيل حكومة أغلبية سياسية أي بعبارة أدق إعطاء قوى الميليشيات الخاسرة نصيبا أكبر مما حصلت عليه في الانتخابات وذلك ما يمكن أن يجد قبولا عند الميليشيات ويقنعها بعدم التصعيد والمطالبة بإعادة الانتخابات لكن العائق الأبرز هو التيار الصدري إذ أن المبادرة التي أطلقها الحكيم تحتاج لاقتناع زعيم التيار مقتدى الصدر بها أولا وكذلك إقناعه بخيار الحكومة التوافقية التي يتخلى بموجبها عن امتياز الفائز الأول بهذه الانتخابات وما يؤكد صعوبة إقناع الصدر بهذه المهمة أن قادة من تياره رأوا أن أي مبادرة تنزع منهم الامتيازات التي حققها في الانتخابات لن تكون عادلة بالنسبة لهم وبالتالي يحاولون البحث عن مخرج يحفظ التصدر الشكلي لتيار الصدر وبنفس الوقت يعطي الإطار التنسيقي امتيازات مرضية الانتخابات السابقة التي شهدت خلافات أقل حدة من الحالية واجهت صعوبات حتى تشكلت الحكومة وعليه فإن الأوضاع القادمة لا تبشر بالنجاح لأكثر المتفائلين بالعملية السياسية